وزير الإسكان إن عدد المواطنات التي تصرف لهن علاوة بدل أسكن في الوقت الراهن يبلغ ما يقارب 3800 مواطنة من ذوي الطلبات المدرجة على قوام الانتظار بقيمة سنوية تبلغ 4 ملايين و 560 ألف دينار بحريني فضلا عن قيام الوزارة بتقصيص 1474 خدمة إسكانية للمستحقات المدرجة طلباتهن على قوام الانتظار حيث تنوعت تلك الخدمات ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق مؤقتة وتمويلات الشراء والبناء والترميم بالإضافة إلى المستفدات من برنامج مزايا والقسائم السكنية يذكر أن مشروع مساكن يعد أحد أبرز المشاريع التي تدل على حرص ودمام وزارة الإسكان بتوفير الاحتياجات الإسكانية للمرأة كونه ثمرة تعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة التي تشمل كل من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين لتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان اتفالا بالذكرى السابع عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني تقوم وزارة الإسكان بتوزيع عدد من الطلبات الإسكانية التي تخص المرأة توزيع هذه الخدمات الإسكانية أو لتشهدها الوزارة تأتي من منطلق الرعاية السامية من سيدي جلالة الملك المفدى للملف الإسكاني بتوفير السكن المنائم للمواطنين وأيضا الدعم الكبير التي تحظى به المرأة من خلال صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة سيدي جلالة الملك المفدى والدعم أيضا ومستوى التنسيق والتعاون ما بين وزارة الإسكان وما بين المجلس الأعلى للمرأة في عام 2017 حظت المرأة بتقريبا 300 خدمة إسكانية بلغت عدد الخدمات الإسكانية التي استفادت منها المرأة منذ عام 2013 لغاية الآن تقريبا 1500 خدمة إسكانية الآن لدينا تقريبا ما يعادل 3800 إمرأة تستحق علاوة بدل السكن وإحنا في وزارة الإسكان من خلال الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل مجلس الأعلى للمرأة سنكون دائما حريصين على أن المرأة يكون لها نصيب كبير في الخدمات الإسكانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر